ترجمة نانسي قنقر سادة وقاتكم عن الجديد لسنا كاملين أكيد فقرات صباح الخير وشوفنا يمكن بعض تعليقات من المشاهدين كيف هنين بفرغوا غضبون أو كيف يسيطروا على الغضب بس يكونوا معصبين في ناس ورد تشتغل بالبيت في ناس يمكن تتعود لحالة في ناس هكي بتعمله شي نشاط بتسمع عموسيقى في هكي تصرف معين بتعمله بس يكونوا معصبين المشكلة بالغضب يعني ما يخطر عبالنا ما نعرف بس أكثر شيء الإنعزال النوم يعني الغضب يأتي من التفكير والأفكار وشو بيصير ينام الواحد يروح بشوي ينام أطفي عقلك وضعه قف على النوم وخذلك نوم ممكن في ناس بفرغوا غضبهم بالعناية بالنباتات بالمزروعات بالقصص ثانية بحسوا أنه إذا كل يوم صقوا مثلا الجنين اللي عندهم بالبيت براحة نفسية أكثر أو بسكينة الزراعة المنزلية من الوسائل اللي بتسمح لإعطاء مظهر جميل بالمنزل وبتطفي راحة نفسية على سكانه كما أنه بتوفر غذاء آمن وأرخص من المتوافر بالأسواق إذا كان عندنا مساحة كبيرة صحيح عم نزرعات اليوم معنا المهندسة الزراعية الأستاذة لانا دياب راح تخبرنا عن الطرق الصحيحة للعناية بالنباتات المنزلية والمواد يلي بتحتاجها لتبقى نظيرة وطبعا رانا راح تنضمن له أكيد راح نتعرف على أبرز النباتات اللي فينا نزرعها بالبيت صباح الخيش صباح أهلا وسهلا فيك معنا لانا يعني دائما في ناس كثير إلهم مراء أخرين نقول بهكي شغل البيت وتحديدا بالنباتات بالخضار يا الله ريحة الفرس فظيعة بالمناسبة يعني في ناس إلهم مراء وبتحب ويقولوا أنه وجود الخضار أصلا بالبيت كما قال ورد بالمقدمة هي بتعطي راحة نفسية في ناس تحب تهتم بهذه النباتات بتفضي حتى يمكن طاقة سلبية شو معنا هيك شكل عام خبرينه معنا لليوم غرب هلا اليوم نحن بهيك أوضع بهيك صروف نحن بدنا نحاول قدر الإمكان إنه نستخدم أدوات بسيطة تماما بدون تكلفة عالية بدون تكلفة عالية تماما أنا كنت عامل شو هاي اللي فوق هيش فكرة بسيطة كتير فينا نعملها يعني يعني بدال الحوت عاملنا من علاقة شو حلوة هذا خيش هذا خيش تماما نعملها من الباد تتعلق على الحيت عندي بالمطمخ بمكان توصل كثير معظومة عن جد كثير حلوة يعني بقدر عاملها يعني مثلا كذا جيبة يعني أوكي نحن حاطين طراب وكل شيء وهيك طراب وكل شيء ما بيأثر طب هون الجزور مثلا يعني إذا فينا بتائلة مثلا الجزور هي بتتأثر ولا لا هي عم تتنفس هيك بهذه الطريقة بالعاكس بهذه الطريقة هي عم تتنفس يعني تأخذها مثلا أنا أي قصيس مثلا أنا بحتاجه لازم يكون لها ثقوب فهي هاي يعني هاي ممتازة تماما نحنا هون دقيقة بس أنا معرفة لأنه هي اللي فوق شو نعنا هذا نعنا أوكي صغير بس أوكي واللي تحت هذا الزعتر زعتر أي يا الله كتير حلوين عن جد هلا هون نحنا كمام معنا فلافلة معنا فريز معنا طراب حاطينو بقلب صفض البيض ممتاز هاي يعني هاي نحنا إعادة التدوير لكل شيء نجري طيب خلنا نحكي على الأساسيات اللي نحنا إذا نزرع بالبيت شو الأغراض الأساسية اللازم تكون عنا الأهم شغلة أنا لازم يكون متوافرة عندي مثلا إذا عندي سطح أنا يكون عندي مثلا أحواض خشبية أو أحيانا ممكن استعمل الفنين سحارات الفنين بالزراعة إذا عندي مثلا مساحات صغيرة أنا ممكن استفيد عندي الحواض الأصغر الحواض الصغيرة أعطي العبوات الموجودة عندي مثلا أنا بدلا ما نكب هاي العبوة البلاستيك لا أنا بستفيد منه بسطحة بعمل منه شيء طب أنا هون عندي سؤال هلا نحنا بشكل عام منشوف وقت حدا بده يعمل مثلا يجيب حوض فهلا ما عدنا نشوفنا من قبل أنا بتذكر يمكن نحنا و أصغر كنا نشوف الفخار كنا نشوف الحجر يعني مثلا أنا بذكر عن بيت تيتا أنه كان مثلا فخار الحجر هي الحواض خينا نقول تقيلة اليوم عم نشوف أغلب الناس عم تحط بلاستيك أو مثل ما أتيم كان إعادة تدوير لأشياء تانية لحواض لأي شيء هو بيضر النباط أو لا هو ما بيأثر الحوض شو بيكون لا هلا هو ما بيأثر علي طالما أنا أهلا أنا بيئة بيئة سوريا بيئة معتدة لنوانما تمام فما بتأثر علي العبوة مثلا في المناطق الحارة لا بتأثر علي مثلا في أصوص عندي مثلا البلاستيك بيكون آآ خامي على الجزور بيأثر عليهم بينما عنا لا فينا نستعمل ما بيأثر طيب خلينا بس نوضح نحنا شو الشغلات اللي نحنا فينا نزرع بالبيت يعني مثل ما قال ورد فينا مثلا عندها أسطوح عندها جنانة عندها بلكون صغير في عالم ما عندها أبدا إذا هي مثلا بيطحطش هي بيقلب المطبخ شو الشغلات نحنا فينا نزرع بالبيت أهم شغلة مثلا أو أسهل نبات نحنا فينا نزرع هو النانا النانا بس الطريقة اللي بنا نزرع فيها دائما لازم نقيم هدول الوراق تماما انا ما خلي عندي غير ورقة او ورقتين فوق بلي فوق على الرأس تماما هدول بدني نحط بمي على كذا واحدة بجزروا بيعطيني جزروا بقلب المي بجزروا بقلب المي ما عبدون اتراب؟ بعد ما بيجزروا بالمي بنقلنا على اتراب اه اوكي اوكي يعني انا مثلا عندي انا هاي جاربة جرزة نعناع فانا فيك قموخ دبلات فانا فيني حط مثلا عشر عيدان منحنا شعينا كل وراءه منترك بس الرأس منحطهم بس ايضا بمي بس بمي بس نتجزر بناخدها بني اتراب تماما اوكي ب ESTRAB النانا من النوع اللي بي مد بالارض فانا بدي اتراب او بيحط يكون شوى كبير ندي ايضا عريض اوكي هيك مثلا صعب للنانا هيك صعب يفضل يكون بالعرض تعبي كتير بسرعة اواكي يعني لأننا من نوع الهي بدأ يكون شوية عريض هلأ في عنا الشغلة التانية وهو كمان الروزماري الروزماري اللي مستعمله نحن بال... ليل الجبال او روزماري تمام تماماً او حصلبان بيقولوا كمان شو اسمه؟ حصلبان اه ما بعرفه الاسم التالي اوكي هذا بيستعمله كمان مع اللحوم بالطبخ كتير بيستعمله صح؟ بالطبخ ايه كان يستعمله من زمان بتخزين اللحوم لأنه بيمنع التعفن اوكي اوكي فهلأ كمان نفس القصة نفس الطريقة انا بشيل هدولك الوراق كلها يعطون حتى يعطيني اه انا ليش بشيل الوراق الموجودة تحت انا لأنه اول شي بديت تنغمر بالمي فهي بديت تنغمر بالمي الوراق بتعفن اه اذا ضليت بالمي تماماً فأنا ما بدي يكون متواجد وراء جوات المي هاي اول شغلة فالشغلة الثانية لكي لا تأخذ غزاء لكي يتشكل عندي جزور يتجه الغزاء عندي حتى يشكل الجزور تماماً لك المهندسين الزراعيين قداش خبراء بهذا الموضوع وقداش نستفيد منكم انا الشباك اللي عندي بالمطبخ كلهم اعناع زارعو حتى حاطت روزميري حاطت شغلات زعتر بري بس انه عينات عينات زراعية اخذت منك معلومة مفيدة انه لازم نفضي الوراق قبل ما نزرع ولازم النعنع يكون بمسطح واسع انا لأحطهم بقصيص ثاني بهك بحوض صغير انا حبيت لانه هي شغلات بسيطة بس هي فعلا اليوم بيظل يعني الغلاء وينكان الناس كلها اليوم في ناس كتير صفية قاعدة في بيوتها ففيها على الاقل تستفيد من هاي الامور وتزرع هاي النباتات معنا كمان غير النعنع والروزميري او حتى اللي كنا عم نشوفهم الزعتر نفس الشي كمان الزعتر نفس الشي كمان نفس الشي وكلهم يحتاجون يقول ورد الحوض يكون عريض لان جزورهم بتمد تماما انا عندي سؤال اذا انا بدي ازرع مثلا نعنع وروزميري وزعتر انا بحطهم فيني حطهم كلهم بحوض واحد او لا يفضل انا كل واحدة تكون بحوض لحالة لا فيني حطهم بحوض واحد بس مثلا انا ما بقدر حطهم خربطين ايه ايه يعني هون النعنع هون الزعتر نترك بناتهم مساحة نترك بناتهم مساحة لسبب انا مثلا اذا صابت عندي النعنع بقافة مرضية او بقافة حشارية لا تعديل لا تعديل لان طلعتهم من نفس الفصيلة الى الفصيلة الشفوية او اللامياسة تماما فهذا بيأثر عندي تماما طيب بقلب هذه الكرتونة الحلوة اللي احنا فينا نعملها اعادة تدوير بعد ما نشيل البيض من قلبها بدعا ما نحنا نكبها فينا نزرعها شو فينا نزرع بقلبها اللي فينا نزرعها بالمتواجد عنا مثلا انا جبت اليوم معي بزور كذبرة هاي اللي احنا منقلها كذبرة يابسة بتكون تماما هاي مثلا هاي مثلا بس هنورجيون سوريا على الكاميرا كيف ابرف اذا ببينين اين ببينين شوي تمام هنين هيك بيكونوا مثل طابات صغار صح تمام بهذا الشكل نحنا عم نحطهم ضغري بقلبه نحنا عم نحطهم ضغري بقلبه هلا انا بتعمل على الوش لا نرجع نغمرون نرجع نغمرون اوكي هلا دائما على حسب حجم البزرة انا بغمر البزور اذا كان عندي حجم البزرة كبير بكون غميء اكتر هلا مثل عنا هون بزور الخس بزور الخس خس 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 خسة هاي البزور طبعا فانا بهالحالة بما انو عندي البزور صغيرة اي فانا بدا تكون عندي على السطح ما فيدعي كتير نغمرها تماما انو بس مجرد هيك انو شي يجي عليها انا استغربت حتى شكلهم يعني بس اذا فينا نرجع على الكاميرا بيشبهوا البزر دوار الامار والله اللي من جوه مو بس كتير صغار يعني هدولي بيبي دوار هلا نشوفهم على الكاميرا هم مع المسافرين كتير حلوين اول مرة انا بشوف صراحة بزر انو خس مهضومين اوكي معنا البزر الصغير نحنا ما انو بحاجة انو نغمره بقلب دوارة فينا نضيقه على الوش لا يوجد مشكلة تماما انا ليش دائما نقول نزرعه هون نشتلهم هلأ في عندي نباطات لازم تتشتل عندي قبل ما ننقل على الارض الدائمة او على الحوض الدائم لانو بالحوض الدائم الحوض الكبير مثلا انو على السقاية كذا عندي يا بتنتل البزور يا بتروح البزور نحن نفضل نحطهم بشي صغير يعني مثل هون يا اوتراميز يا مثلا هاي الطريقة كتير حلوة تماما منشتلهم بعدين ننقلها على الحوض الأساسي تماما لانو هلأ هون مثلا انا بعض ما زرعتهم بخون دائما لازم تكون عندي بخون بالمي اوكي و لازم تكون عندي التربة دائما بشميع يعني لما بتكون بسرة رطبة والبزور عندي تاخد بين اسبوعين لثلاث أسابيع لحتى تنمو اوه بده بده وقت يعني بدنا وقت شوية طيب انا عندي سؤال يعني مثلا مثل هون التراب هلأ نحن مثلا بالصيف بالصيف اكيد بدا يمكن مي اكتر اي طبعا يعني انا مثلا بالشتة ممكن ما ضغري ينشف التراب ياخد وقت اكتر لا ينشف هلأ بالصيف انا بضاعف السقاية يعني انا مثلا بسقيهم مرتين بالنهار بدال مرة ايه هلأ اذا انا مثلا محطوطين عندي هلأ دائما انما بزرع هيك بيكون عندي بمكان مغطى ما بكون معرض للشمس تمام ايه بعدين انا شوي شوي بنقلع الشمس فانا خلال هالفترة هاي انا دائما لازم كون عندي لتراب مبلوليني لازم دس انا مثلا انهم رتب او لا تماما رتب او مورتب اوكي هلأ هو مرة بنهار مرتين بنهار احيانا ممكن احتاج كل يوم مرة حسب المكان موجودة فيها حسب المكان تمام هلأ كلهم بيتحملوا الشمس يعني انا مثلا بعد ما شتلتهم او بعد ما طلع الجذر انكار للنعنع او لكل ذلك الحشائش خلينا نسميهم ما في مشكلة انه يتعرضوا للشمس بشكل مباشر اه لا بالعكس هنا انا بحتاج بعضين للشمس لحتى يعطيني نمو عالي لحتى مثلا النعنع يعطيني اوراق كبيرة الروزماري يعطيني كمان نمو كبير تمام الخاس بده كمان شمس بده شمس بعد ما طبعا يكبر لازم اضعه بالشمس اوكي اوكي وقت يصير بقلب الحوض كمان كل قدية لازم نسقي يعني اذا نقلنا على الحوض الكبير الاساسي الحوض الكبير الاساسي احيانا باليومين مرة بحتاج بايام الشوب الكتير مرة بالنهار مرة بس بالنهار اوكي اوكي طيب معنا كمان لسه هيكي شغلات بتنزرع الفريز شو رح نعمل فيه الفريز الفريز في عندي انا هون البذور تبعه انا فيني استفاد منها ايما البذرة اللي برا على الوش تماما اللي بذرة اللي على الوش الموجودة عندك فيه نئيمة واظرعة كمان بنفس الطريقة ويتطلع سطلة وتطلع نظاميا انا ازمار كيف بدنا نحيط الفريزة كلها مطلعا ميتمعيا نشيل البذر من بره لأنه على الوش تماماً هؤلاء الموجودين نشعله نضغري بس قبل أن نسرعه نضغري 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 لن أسد نضغري مثل البذر الخاس لا أشياء أن نغمره كثيراً كأن البذرة صغيرة نعم أعلمت برابرا أنا عندي سؤال ممكن لديه موجودة البنادورة أنا شفت على اليوتيوب مرة أنه يعملون شريحة تمام وهذه الشريحة يضغطوها ويغمروها بالتراب عملت نفس الطريقة يمكن أن يصبح الشريحة ثلاثة شفور والآن لا يوجد ورقة ولا جزر ولا شيء لا يوجد شيء كيف هيك؟ هناك بعض أنواع الخضار لا تكون عندي هجينة يعني أنا تصلني إلى البيت مثلا أنا أشتري أماند للبيع تكون هجينة هذه فهي تنمو لمرة واحدة يعني أنا مثلا نعطيها لا تكاثر يعني لا تعطي نمو ممكن أحيانا ببعض الأحيان تعطني نمو خضري بس ما بتعطني سماء أنه يطلع نبتة خضرة بس ما بطلع منها العزر المسحوق الغسيل ليس من الغساء هاي شامان لا نصدق كل شيء من نحضره لا على اليوتيوب ولا على السوشيال ميديا ولا أي شيء كمان هلأ عصيرة البنادورة وهيك أنا كمان شفت شيء على الفلافلا بهذا الخصوص هلأ اللي بنا نعملها هلأ اللي بنا نعملها حسنا هلأ هون أنا عندي سبت لك ياها نعم 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 لذلك تفضي طاقة تفرغ طاقة سلبية هلأ يمكن أن نرى شيء نزرع أمي كبير نحن مثل ابننا في الستات الكبيرة لليوم إذا عندهم بالصالون الصالونة أو الياسمينة بالبلكون أو هذه الأصاص تستطف عليها أكثر نعم 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 بزر اللي بقلب الفليفلي تماما بزر اللي بقلب الفليفلي كمان البزر اللي بقلب الفليفلي استناهن نحن سؤال عفوا نحن ما عبدنا هاي الشقفة كلها يعني هاي اللي بتكون هون وانا بحال تأخذنا بس للبزرات اللي بقلبها بس البزر الموجودة ودائما لما بياختار ثمرة اخذ منا بزر لازرعة لازم تكون عندي ثمرة شكل ضريط فريش لازم تكون كاملة ما يكون فيها اي مثلا تلاقي مثلا عيب بيطرفها بدايرها هيك يعني شو ما يكون فيها مثلا نعفونة او اي شي تاني تماما شو تكون عندي البزر سليمة كمان الفليفلي كمان منشطلهم بالاول هلا اذا نلاحظ كمان احنا لما بتكون عندي البزر الصغيرة منحط كزق ايني كمية اكبر من البزر بال تحتاش كمية اكبر هلا بينما هون انا احطيت ثلاثة او اربعة بيكفوا بيكفي تماما مثلا مثلا هكنا نحط البزر بالصفاض البيض قدي بدي كم يوم لحتى تشتتال هلا حتى يعطيني حتى تبلش عندي البزور تطلع بدي اسبوعين تقريبا بدي اسبوعين نكون نحنا عم بخب بخاخ مي تماما هم خليها رطبة اوكي فمننكون راييين بدي صبر بدي صبر راييين عليها مو بعد اسبوع خلاص ما قد لها اتمنش مشكاه لا يعني بهذا العصر وبهذا الوقت كله بديه كل شي عصرية بس قديش عنجد تهدي هايك الواحد إذا عم يشتغل بهذه الأمور الحساسة وعنجد فيه ناس كثير اليوم عم تزرع لأنه هي بتحقق ممكن اكتفاء ذاتي لحاله بدون ما هي تشتري خضراء او فواكه من بره اكيد هات الشي بديه مساحة كبيرة بديه شغيل بس هو كمان عجد ممكن يكون مفيد لكثير ناس مفيد وحلو الشغل فيه حلو يعني انتين بينا انك مستمتعة انت وعم مش طيب يا عزت فيه متع بهذا الشغل هلا معنا لسه هيك شغلتين صغار ما بعرف شو هنين هاي بزور الريحان هاي هاي الورد شواته الوردة هلا بورجي مشاهدينا كيف يكون الشكل الريحان عم نشوفه هيك كأنه وردات صغار انا هذول شغيلتون من السنة الماضية هذول ازرار هذول هذول ازرار هذول ازرار هذول شو مهضومين هاي الريحان الثاني اللي معنا هي شو؟ الرشاد حب الرشاد كمان شو بيعمل كمان الرشاد مفيد لونه هيك على أورانج مفيد لله هاي ومن انواعها شبية انا ممكن تعيش معي كمان بالبيت اوكي نزرعهم بنفس الطريقة نضعهم بكمية قليلة نشتسلهم بعدين ننقلهم على الحوض الكبير الاخر سؤال هو عن التراب كثير فيه ناس بيقولولك انه انا طب ما بعرف اذا هذا التراب هو مناسب لهي النبتة او هو مانو مناسب انا كيف لازم اختار التراب المناسب انا لازم اعمله او فيني جيبه جاهز مثلا من مكان ما هلأ فيني انا مثلا بالمشاكل احيانا بيكون متواجد انواع معينة من التراب مثلا انا عندي الخاس انا لازم ازرعه بالارض تكون عندي الارض رملية تكون خفيفة نستشين نانا لازم تكون عندي الارض خفيفة لحتى ما يأثر على الجزور على نمو الجزور فهلأ كل نبات عندي انا فيه له خصوصية و له طريقة معينة بالشغل شكرا كثير للك عن جد الافكار حلوين وهيكا المنظر عن جد الخضار يعني مجرد انه موجود قدامنا عن جده يعطينا راحة نفسية شكرا كثير بسلتنا فيكي شكرا كثير للكون رينا واستاذي لانا وفعلا شيء جدا ممتع وبفضي طارتها سلبية من درس